موسيقى نشط السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين اعضاء من المتمر والبرلمان يقدمون مبادرة بضرورة استكمال الحوار وتعديل مساره ويدعون الى عقد لقاء بينهما لتسوية الخلافات بشأن مسودة الحوار كوبلر يصف مباحثاته في القاهرة بالجيدة وكاميرون يدعو الى حكومة وحدة بليبيا يمكن للمجتمع الدولي العمل معه اشتباكات وقصف جوي في مناطق متفرقة في بنغازي ومستشفى الجلاء يدعو كل موظفيه الى الانتحاق العاجل بعملهم أهلا بكم طالب عدد من نواب المتمر الوطني العام والبرلمان ممثلين لمنطقة برقا في مبادرة لهم تتكون من ست نقاط بضرورة استكمال الحوار الوطني وتعديل مساره الذي حاد به المبعوث الاممية السابق برناردين اليون على حد تعبيرهم وقال احد افراد هذه المبادرة المجتمعين في تونس فوز عجاب لقناة ليبيا لكل الاحرار ان المبادرة دعت لعقد لقاء قريب بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني للاتفاق على الخلافات بينهما بشأن مسودة الحوار واوضح عجاب ان مضمون بعض بنود مسودة الاتفاق السياسي والالية التي شكل به مجلس رئاسة الوزراء وعدد اعضائه والية اتخاذ القرار فيه هي ما يحول دون اتمام التوافق بين الطرفين وفي مصر تناقش اجتماع بالمدينة اخر مستجدات الحوار كما تطرق الى احتياجات المدينة في ظل الظروف الامنية والانسانية التي تمر بها وقد حضر الاجتماع ضاء من المؤتمر الوطني العام عن مصر تاو من النواب المقاتعين لجلسات مجلس النواب فضلا عن اعضاء المجلس البلدي بالمدينة ويعتبر الاجتماع استناف للاجتماع الدوري الاسبوعي الذي يجمع اعضاء المؤتمر الوطني والمجلس البلدي بعد انضمام النواب المقاتعين لجلسات مجلس النواب اليهم المنضوع الرئيسي هو مرحل قادم ورؤية المدينة وكل مكوناتها في اتجاه دعم حكومة التوافق الوطني التي أجمع الجميع أنها سيكون الأفضل حالاً لتوافق بوجود حكومة وقعها كل بين وتحظى بالدعم الدولي خاصة ما نعانيه نحن كباجالس بلدية في الشارع من معاناة المواطن في ذيق الحال والأزمة الاقتصادية وقد أكد عضو المؤتمر الوطني العام عن مسرطة أبو القاسم جزيط أن الوقت بات سانح لتوقيع اتفاق ينهي الأزمة في ظل الظروف الراهنة معتبراً أن معارقلية التوقيع هي مجموعة قليلة من الطرفين البلد يعني في حالة انهيار سريع أعتقد أنه ليس بالإمكان أبدع من مكان الحوار يعني سنة حوار لتنتج حكومة سنة توافق هذا أمر غير مقبول أعتقد أنه يجب على الليبيين الآن أن يوافقوا وأعتقد أنه من ليوافقهما مجموعة صغيرة في طبرق وطرابلس استمرأت السلطة وتتشبت بها لأكثر والأقل من جهاته قال العضو المقاطع لجلسة مجلس النواف فتح بشاغة إنه من المتوقع أن يتم يعلن جولة قريبة خلال الأسبوع المقبل في الصخراته أعتقد أن الآن بيتنا قريبين جدا من عقد جولة جديدة هذه قد تكون جولة لمدة يوم أو يومين وبعدها مباشرة التوقيع على الاتفاقية وعلى الحكومة هناك رأي قوي جدا يقول أن من يوقع من المؤتمر والبرلمان على الموافقة على هذه الحكومة أنه سوف يكون من ضمن المؤتمر أو البرلمان أما من يرفض التوقيع ويرفض الحكومة فلن يكون له مكان داخل المجلس على الدولة أو البرلمان الجديد قال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب أحمد دالعبود أن المخرجات التي وضعها المبعوث الأممي السابق برنردين اليون كانت سبب الخلاف بين البرلمان والمؤتمر الوطني وتحديدا فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوفاق الوطني ودع العبود روسيا إلى تقديم الدعم لقواتهم ومساعدتها في محاربة الإرهاب وعدم ربط المسار الأمني بالمسار السياسي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك وشدد العبود على ضرورة وضع ضمنات من قبل مجلس النواب لحماية القوات التابعة له مع الأخذ بعين الاعتبار ترحى نقطة في مسودة الاتفاق السياسي تدعو إلى تنحية القيادات العسكرية من المشهد أكد المرشح لخطة وزيري الخارجية في حكومة الوفاق الوطني فتح الهنجاري أنه يتوقع لنا حكومة الوفاق والتوقيع على الاتفاق السياسي الأسبوع القادم وأضف الهنجاري في حوار خاص مع صحيفة المغرب التونسية أن الأسماء المطروحة لحكومة الوفاق الوطني لن تتغير مشيرا إلى إمكانية توسيع المجلس الرئاسي ليضم أطرافا أخرى ووجود إجماع الليبي على ما تم الاتفاق عليه سابقا وقال الهنجاري إن ما يعرف بتنظيم الدولة ليس لديه حاضنة شعبية في ليبيا موضحا أن عدد عناصر هذا التنظيم في سرط لا تتجاوز أربعمائة عنصر وأن محاربتهم ستكون سهلة مع قيام الدولة الليبية على حد تعبيره وصف الممثل الخاص لأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتين كوبلر في تدوينة على صفحته الشخصية بتويتر اجتماعه السبت بوزير الخارجية المصري سامح شكري بأنه جيد جدا مشيرا إلى أنه ما تطرقا إلى الاتفاق السياسي الليبي والخطوات القادمة إلى ذلك أشار بيان لخارجية المصرية إلى أن شكري استعرض خلال اجتماع الجهود التي بذلتها مصر لدعم الاستقرار في ليبيا معربا عن ثقته في أن جميع التيارات السياسية ستنهض لتغليب المصلحة العليا وتحمل مسؤوليتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق وحسب البيان اتفق شكري وكوبلر على ضرورة التنصيق خلال المرحلة القادمة فيما أكد شكري دعم مصر الكامل لكوبلر في مهمته تحركات ومواقف متسارعة للدفع بالموقف في ليبيا نحو اتفاق سياسي طال انتظاره وفي إطار هذه التحركات حل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مرتين كوبلر بالقاهرة حيث بحث مع المسؤولين المصريين الاتفاق السياسي الليبي والخطوات القادمة ووصف محادثته بالجيدة جدا فيما أكدت القاهرة دعمها الكامل لمهمته رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حذر من جانبه من أن ما يعرف بتنظيم الدولة يستغل الفراغ السياسي مشددا على أن المطلوب في ليبيا هو حكومة يمكن للمجتمع الدولي تعامل معها ما هو مطلوب في ليبيا هو حكومة وحدة يمكن للمجتمع الدولي العمل معها ونحن نعمل بقوة ونقوم بمحاولات لتحقيق ذلك أما الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون فوصف الوضع في ليبيا بالاستعجال وأقر بصعوبة الجزم بموعد محدد للوصول إلى الاتفاق السياسي في ليبيا لا يمكننا تحدد مواعد دقيقة يجب شكل خاص إقناع الطرفين المتحاربين ما هو مهم أن تقوم كل بلدان المنطقة التي لها تأثير على هذه الأطراف باستخدام هذا التأثير بما يمكن من الوصول إلى الاتفاق الجزائر وتونس جددت بدورهما موقفهما الثابت بشأن ليبيا وذلك إثر مباحثات في تونس بين وزير الخارجية التونسية طيب البكوش والوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبدالقادر مساهل كانت لنا فرصة لتبادل أراء فيما خص مصير ومستقبل هذا البلد الشقيق وكالعادة يعني موقف جزائر وموقف تونس متضابة فيما خص الحلول ويأتي هذا الحراك الدولي بشأن ليبيا فيما ينتظر أن يلتأم في الجزائر ثلثاء القادم اجتماع لدول جوار ليبيا يبحث سبول المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الأمني والسياسي الذي تعانيه منذ مدة اعتبر المحلل السياسي محمود إسماعيل أن تفاؤل كوبلر بدعم مصر لمهمته لا يغير من الواقع شيئا لا سيما مع وجود جسمين في البلاد لا يريدان التوصل إلى حل وأعتبر إسماعيل أن المشكلة داخل ليبيا ليس مشكلة تشرعية بقدر ما هي مشكلة تنفيذية يكون التفائل للليبيين تعقبه نتائج وأفعال لأن تكون مجرد ارهاصات تفائلة وتفائلة وتفائلة برناندينو ليون لأشهر طويلة ولكن الواقع العملي حقيقة هناك حجرة عطرة لا تريد حقيقة الحل إلى الآن في ليبيا من جهاته ثمن الخبير الجيوستراتيجي غازم علا زيارات التي يقوم بها المبعوث الأمامي الجديد لليبيا مارتين كوبلر معتبرا أن معالجة الملف الليبي يتطلب بالضرورة التعرف على مختلف المواقف الدولية ومواقف دول الجوار أعتقد أن سيد كوبلر هو الآن في فترة جس النضب أو تحسس الأرضية والواقع لأن سيد كوبلر هو جديد على الملف الليبي ولا بد أن يتعرف على كل مددخلين في هذا الملف سواء كانوا الأطراف الليبية من مؤتمر وبرلمان وحكومة ترابلس وحكومة طوبرق وكل هذه الأطراف السياسية والعسكرية داخل البشد الليبي أكد مصدر من مجلس شرى ثوار بنغازي تدميرهم دبابة وحافلة نقل جنود بصواريخ مواجهة في مقر نقلية بجامعة غاريونس التابعة لقوات حفتر كما أشار المصدر نفسه إلى أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت أمسى في حي سوق اللحوم بمنطقة الليثي وأضاف المصدر أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة جرت أيضا في محيط أحد مواقع قوات حفتر بمنطقة الهواري مشيرا لقيام مقاتل المجلسة باستهداف الموقع بالقذائف المدفعية من جهته قال الناطق باسم القوات الجوية التابعة لعملية الكرامة نصر الحاسي أن طائراتهم استادفت مواقع لمجلس الشرع الثوار بنغازي في الليثي ومحور غاريونس طالبت دارة مستشفى الجلاء بنغازي من العاملين بالمستشفى دون استثناء بضرورة الالتحاق بعملهم نظرا للوضع الذي تمر به المدينة والذي يتطلب رفع درجات الاستعداد لأقصى ساعات العمل ووجهت دارة المستشفى في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك نداء إلى كل الأطقم الطبية والطبية المساعدة والموظفين بضرورة الالتحاق بالمستشفى في فترة أقصاها الأول من شهر ديسمبر المقبل وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية والإذارية حيال المتخلفين أفاد مصدر إعلامي من مدينة جدابيا بتوقف القصف في المدينة منذ يوم أمس وقال المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الحياة عادت لطبيعتها حيث فتحت الجامعة والمدارس وأبوابها إضافة للمؤسسات والمحال التجارية وأفاد المصدر أن عميدة بلدية جدابيا وعددا من المشايخ والأعيان وعددا من الجهات الأمنية وبعض ممثلين مؤسسات المجتمع المدني عقدوا اجتماعا أمس بالمدينة حول الأوضاع الأمنية ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لاجتماع رسمي سيعقد بجدابيا الأربعاء القادم حسب المصدر أكد مصدر إعلامي من مدينة درنة وفت شاب من مجلس شورى مجهد المدينة متأثرا بجروحه بعد إصابته في معركة شهداء القب الأسبوع الماضي وأضاف المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أحدث جنائي ما يعرف بتنظيم الدولة في درنة اعترف بالمشاركة في عملية دفن جثة مجهولة الهوية وكشف عن مكان دفنها يشار إلى أن مجلس شورى مجهد درنة وضواحيها كان قد أعلن قبل أسبوعين عن معركة شهداء القب لتحرير منطقة الفتاة يحوى جزء من منطقة الساحل من تنظيم الدولة قامت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع درنة بتوزيع مساعدات على العائلة النازحة داخل مدينة درنة وضواحيها وذكرت الهيئة على موقعها الرسمي أن عملية التوزيع تمت في مقر الهيئة عبر كشفات وأرقام مقدمة من قبل المجلس المحلي ودعت الهيئة النازحين للحصول على إفادة من المجلس المحلي درنة كي تتمكن من تقديم الخدمات لهم بانتظام عند وصول الشحنات القادمة إليها مستقبلا قال رئيس الليجة الأمنية سرطة إسماعيل عبد العالي أن عددا من القوات التابعة لرياسة أركان المتمر الوطنية الموجودة في منطقة بوغرين انسحبت من المنطقة وأضح عبد العالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سن سبب الانسحاب يرجع إلى عدم وجود أوامر بالتحرك لتحرير مدينة سرط مما يعرف بتنظيم الدولة على حد قوله يشار إلى أن سلاح الجو التابعة لرياسة أركان المتمر الوطني استهدف مؤخرا عدة مواقع تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة وهي بنجيم ومشروع اللود وابوهادي والظهير نشرت صحيفة نيورك تايمز تقريرا تحدثت فيه عن سيطرة تنظيم الدولة على مدينة سرط وإحكام قبضته عليها في أقل من سنة وقالت أن التنظيم يخطط لحالات الطوارئ بعد تكبوده خسائر في سوريا والعراق وذلك بجعل مدينة سرط بديلا بقية التفاصيل في التقرير الآتي سيطرته تنظيم الدولة على سرط يجعل منها بديلا احتياطيا عنوان لتقرير نشرته صحيفة نيورك تايمز الأمريكية أوضحت فيه أن ما يعرف بتنظيم الدولة يسعى لإيجاد ملاذ آمن بعد تعروضه للضغوطات العسكرية والاقتصادية في العراق وسوريا وقالت أنه يخطط للحالات الطارئة نيورك تايمز أشارت في تقريرها إلى أن ما يعرف بتنظيم الدولة جعل من مدينة سرط مستعمرة تابعة له في غضون سنة وأوضحت أن استقرار التنظيم في هذه المدينة الساحلية التي تبعد عن جزيرة سيقلية 400 ميل ينبئ بخطر كبير باعتبار أن التنظيم يسعى للتمدد على كامل شمال أفريقيا تقرير نيويورك تايمز أكد سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة على أكثر من 150 ميلا من سواحل مدينة سرط من بوغرين غربا إلى النفلية شرقا وقال أن التنظيم يحصل على الدعم من نفط الدولة الليبية كما أنه يحصل على السلاح عن طريق وسيط أشاره لأنه لعب دورا هامشيا في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي سنة 2012 الصحيفة قالت أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية رسلت عددا من القادة العسكريين إلى ليبيا لمراقبة ما يعرف بتنظيم الدولة وجمع المعلومات الاستخباراتية على الأرض مضيفة أن واشنطن سعدت من ضرباتها الجوية على التنظيم مؤخرا لكن ذلك ثارت سياء بعض الخبراء العسكريين عن عدم وجود خطة طويلة المدى للقضاء على التنظيم نيويورك تايمز أوضحت في تقريرها أن ما يعرف بتنظيم الدولة استطاع وفي مدة وجيزة فرض نمط حياة جديد في مدينة سرد بداية بفرض النقاب على النساء وحظر الموسيقى والسجائر وغلق المحلات التجارية وصولا إلى ترويع المدنيين عبر مدهمة المنازل وعمليات الاعتقال والتعذيب والقتل نشاطنا متواصلة وفيها بعض الفاصل عبد السلام البصوري شاب يقطع 150 كم على الأقدام من أباري إلى سرها دعما للوحدة بين أبناء الشعب الليبي أعضاء من المؤتمر والبرلمان يقدمون مبادرة بضرورة استكمال الحوار وتعديل مساره ويدعون إلى عقد لقاء بينهما لتسوية الخلافات بشأن مسودة الحوار كوبلر يصف مباحثاته في القاهرة بالجيدة وكاميرو يدعو إلى حكومة وحدة بليبيا يمكن للمجتمع الدولي العمل معها اشتباكات وقصف جوي في مناطق متفرقة في بنغازي ومستشفى الجلاء يدعو كل موظفه إلى الالتحاق العاجل بعملهم أكد المتحدث باسم غرفة عمريات رئاسة الأركان باري مجد بهنة عودة الهدوء إلى المدينة بعد تعرضها فجأ اليوم لهجوم من قبل ما اسمها بالعصابات الخارجة عن القانون أدى إلى إصابة أحد عناصر الغرفة وأضف أبو هنة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المهاجمين حاولوا التوغل إلى داخل المدينة قبل أن يشتبكوا مع قوة تابعة للغرفة اضطروا بعدها للانسحاب وأضف أبو هنة أنه لم يتوفر لدى الغرفة حتى الآن حجم الخسار في صحوف المدنيين جراء العملية من جهة يأكد أمر القوة الثالثة المكلفة تأمين الجنوب جمال تريكي حدوث اشتباكات فجأ اليوم هدت إلى سقوط ثلاثة جرحة من القوة التابعة لغرفة عمريات رئاسة الأركان باري نقل جوا للعلاج بطرابلس أكد عميد بلدية سبه المكلف غدفي علي بوسعدة وصول قرابة مليون لتر من الوقود إلى مستودع سبه النفطي مضيفا أنه سيتم توزيع هذه الكمية على كامل مناطق الجنوب وأوضح بوسعدة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عشرين سيارة على الأقل محملة بالوقود وصلت إلى مدينة سبه بعد الإفراج عنها من قبل حرس المنشآت النفطية بالزاوية مضيفا أنه تمت معالجة المشكلة بعد الاتصال بالعديد من الأطراف يشار إلى أن مدينة سبه وعددا من المدن الجنوبية شهدت نقصا في الوقود بعد احتجاز سيارات الوقود لمدة ستة أيام ومنع وصولها إلى مستودع سبه النفطية شكلت رئاسة الأزراء في حكومة الإنقاذ لجنة لدراسة وتقييم الوضع الحالي وتحديد المشاكل التي تواجه الدولة وتشكل أزمة من حيث حجم التحويلات الخارجية مقارنة بالمتحصلات من النقل الأجنبي ووفق نص القرار فإن مهام اللجنة تقييم وضع التجارة الخارجية والسياسة الاستيراد ووضع ضوابط لفتح الاعتمادات ومنح الترخيص للتجارة وتأسيس الشركات فضلا عن إمكانية استخدام التصنيفات العالمية والتي قد تستخدم أساسا في مراقبة السلع الموردة ونص القرار على أن تقدم اللجنة تقريرها لرئيس الوزراء في حكومة الإنقاذ فور انتهائها من أعمالها بعد ثلاثة أسابيع وفق المدة التي نص عليها القرار نظم المجلس البلدي صبراتا ورشة عمر بعنوان التعاون بين القطاعات والمجلس البلدي بمشاركة أكثر من 20 قطاعا من القطاعات العامة بالمدينة وتهدف ورشة العمل التي انطلقت السبت لمدة يومين لتعريف القطاعات العامة في بلدية صبراتا بقانون الإدارة المحلية رقم 59 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي تمهيدا للبدء الفعلي في نقل اختصاصات هذه القطاعات إلى المجلس البلدي بهدف القضاء على المركزية الإدارية والمالية وتفعيل دور القطاعات العامة في خدمة المواطنين داخل البلدية شكلت المؤسسة الوطنية للنفط بترابلس لجة خاصة من موظف المؤسسة لإجراء محادثات مع مغلقي جميع الحقول النفطية للوقوف على مطالبهم والأسباب من وراء الإقفال هذه الحقول أوضح الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اللجنة شرعت في بدي المحادثات مع العناصر المحتجة لتحديد الدوافع في استمرارهم لإقفال الحقول وإبلاغ مطالبهم للجهات المسؤولة للعمل على الإسراع في إعادة فتح الحقول المغلقة وأفاد الأحرار أن إنتاج ليبيا حاليا يتراوح بين 350 ألفا وأربعمائة ألف برميل يوميا احتج موظفون في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في وقفة لهم على تأخر وزارة المالية في صرف مرتباتهم رغم تأكيدهم بأن إدارة الشركة التزمت بتزويد الوزارة بكل البيانات المتعلقة بالعاملين فيها حسب طلبها لما يزيد عن أشهر عدة وطالب العاملون في بيان لهم الجهات المسؤولة بصرف المرتبات وحل الأزمة بشكل عاجل تفاديا لتصعيد في ردة الفعل ومواقف قد يتخذها العاملون بشركة أعلن شاب من مدينة وباريود عبدالسلام البصيري عن مباذرة لدعم الوحدة بين أبناء الشعب الليبي على اختلاف توجهاته تحت اسم أمن الجنوب من أمن ليبيا وتتمثل هذه المباذرة التي حملت عدة شعارات أهمها استقرارنا بتوافقنا وأبننا بتعايشنا في قطع عبدالسلام البصيري مسافة 150 كيلو مترا انطلاقا من بلدية العريفة في أباري لمدينة سبهة سيرا على الأقدام ودعت عدة أطراف إلى دعم هذا الشاب الليبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرسالة إلى كل شباب ليبيا ليحذو حذو البصيري إلى عنوان النشرة أعضاء من المؤتمر والبرلمان يقدمون مبادرة بضرورة استكمال الحوار وتعديل مساره ويدعون إلى عقد لقاء بينهما لتسوية الخلافات بشأن مسودة الحوار كوبلر يصف مباحثاته في القاهرة بالجيدة وكاميرون يدعو إلى حكومة وحدة بليبيا يمكن للمجتمع الدولي العمل معها اشتباكات وقصف جوي في مناطق متفرقة في بنغازي ومستشفى الجلا يدعو كل موظفه للاتحاق العاجل في عملهم ختم النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة